جالاند ديري الضعيف للرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة أمام خصمه دونالد ترامب تقارير المحللين الإسرائيليين تشير إلى أن الرأي المسيطرة داخل هيئة الأركان العامة أن حربا محدودة مقابل حزب الله من خلال اجتياح بري في جنوب لبنان ستتحول على الأرجح إلى حرب واسعة تتطور إلى حرب إقليمية وأن حربا كهذه ينبغي خوضها بدعم أمريكي ليس متوفرا حاليا الإدارة الأمريكية تطالب بالامتناع عن حرب واسعة في لبنان وتوقعات المحللين الإسرائيليين تؤكد أن معارضتها لتلك الحرب ستزداد في أعقاب بروز ضعف بايدن في المناظرة مع ترامب وأن استمرار ولاية بايدن سيشكل عاملا آخر في الحسابات الاستراتيجية للمستوى العسكري في إسرائيل ومنهم من يرى أنه في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض وعلاقاته المتميزة مع النظام الروسي قد تؤدي إلى إنجازات بدون إراقة دماء وهو أمر قد يدفع إسرائيل إلى هجوم مبكر قبيل انتخابات الرئاسة واعتبر محللون عسكريون أن ضعف الرئيس بايدن وتزايد احتمالات فوز ترامب سيؤديان إلى هزات ارتدادية وأن بايدن قد ينصع للانتقادات من الجناح اليساري في حزبه وينفذ خطوات تلجم العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال أو أن تذهب تقديرات حزب الله وإيران إلى أن حالة القلق التي يعيشها بايدن الآن ستمنعه عن دعم إسرائيل في حال نشوب حرب شاملة في لبنان وبرغم ما أبداه ترامب من دعم غير مشروط لإسرائيل هناك من يرى في دولة الاحتلال أنه لا يمكن الاعتماد على ترامب بل نعتوه بأنه سند مهلهل سبق أن وصف القيادة الإسرائيلية بأنها انهزامية بعد طوفان الأقصى وتخاصم مع نتنياهو عندما اعترف بفوز بايدن في انتخابات عام 2020 وألمح إلى عزمه وقف المساعدات الخارجية الأمريكية إلى دول صديقة ليبقى موقف توسيع الحرب مع حزب الله معلقاً ومرتبطاً بقرار يصدر من ساكن البيت الأبيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر